هناك سؤال دائما أطرحاني ببالي أنه هاي الغطاء الرأس هذا اللي على رأسك هذا شنو قصته وهل أنت محجبة لو هذا بس ستايل لو شنو احنا شوف في فيديوهات قديمة شعرت كان كلش طويل ولا يزال طويل شعري لا يزال زين العدلية ش هذا الستايل هو المميزك كلش حلو بس يعني شنو قصته في دول قلبك هاي عيونك الحلوة أنا قررت قلت خلاص يعني اللي هنا و كافي لأن الأمر مني تعدى و أنت تسمعني و لا تسمعني بشعري أنت و شابة يعني من عشرين سنة سويت هذا الشيء بعد وفاة شخص الله يرحم كل الموت لكن لا أقول من الشخص أن الشخص يعز عليك شخصيا أنت ورا وفاة تقريبا كيف حلوتي لابس الأسود و الغطاء الرئيس؟ اللي تقول عليه الصديق عزيز علي الله يرحمه حيل عزيز علي و الشخص السوري حتى لا مو الخاطرة أنا تحجبت لا لا أنا قدت القرار أنت يا قدت لأن قدت كعفي أنا عندي صوت فالي يحب يسمعني كصوت أهلاً وسهلاً و الذي لا يحب يسمعني مشكلته لكن الميزة كانت أول مرة أرى كل شيء جديد أسول فلك شغلة أي أنا أول ما رحت إلى السليمانية تحياتي إلى أهل السليمانية و أربيل و إدهوك و كل شيء معنا العزيز تحياتي إلى طبعاً يوم خميس المحل وقوف فطبيت أنا لابسه فصعد شخصاً من الناس فقل لي إذ قدت طلبين و أنزعل تنزعين الحجاب هذا مكان شغلي مكان شغلي فأني وقفت الموسيقى قلت له لو تنطيني مليار مليار المليارات حجابي ما أنزعه يعجبك تسمع صوت أهلاً وسهلاً أو شخصاً عزت نفسك لا أنا قلت خلص يعني كبرت يعني مو مال الأمر هم لحوبة كبرنا كافي فقلت خلص يعني بالحجاب بالحجاب أنت أيضاً أنت مميزة بالذهب الهواية التلبيسيتي اليوم مقلة لكن قبل أنت كل هواية يعني كان عندك هواية أن تجمعين الذهب لهو كان فد طريقة للتفاخر لا الذهب زينة وخزينة